بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نعمل مع بعض أردر التورطية الجميل ده ده تورطية عيد ميلاد عملناها بديه سبونش جاهز مقاسة هيكون 30 في 40 و هنعملها في صاج 40 في 60 اللي سبونش ما شاء الله مرتفع و هاش قوي وإن شاء الله أقولوك على كل الخطوات اللي انتو تعملوا بيها أنا عملتها 4 طبقات انت هتعمل لي 3 كفاية قوي لإن الطبقة كيتعالية معي وكمان الحواف بتاعتها هنبتد ان احنا نعمل بها قباط في ناس الصاجي الكبير اللي هو 40 في 60 بتضرب السبونش على مرتين نص كيلو سبونش الأول بيكون 6 بضات ونص كيلو دقيق سبونش ونص كباية مية والفانيليا ومعلاقة محس بعاير كده معايا أربع كباية من الكريمة وبخليهم على جنب بعد كده بقى بعمل أربع كباية من المية المتلجة ده بيخلي الكريمة ترمي كمية معاكي وأنا كمان ممكن أزود مية على حسب الجو اللي موجود بعد كده بحط كباية من السكر وممكن أقلل للسكر لو أنا هسقي اللي سبونش ده بالسيرب بدربهم كويس مع بعض بعد كده بحطهم في التلاجة وابتدي ان انا قطع اللي سبونش ده لنصين زي ما انتم شايفين كده بالزبط بعد كده بجيب الكريم شنطية وابتدي ان انا زين به الكيكة قد طلع هاشة معايا قوي اللي سبونش كان عالي بابتدي ان انا حط كده ده ميستو قوي ممكن تحطه في كيس تلاجة عادي بتبتدي اني تتوزع به انا كان عندي القمع بدأت اوزع كده بالتساوي عشان ما ياخدش مني وقت وفي نفس الوقت كل قطعة تكون واخده حقا بابتدي ممكن تسئل كيك ده قبل ما تحط عليه الكريمة بابتدي ان انا وزع الكريمة كده بالسباتيولة او باي اداة عندك او ممكن بالمعلقة او ممكن بالسكينة المشارشرة لو انت ما فيش عندك اداة التوزيق بعد كده بابتدي حط الطابقة التانية اللي هي الفانيليا وابتدي ان انا وزع زي ما انتم شايفين كده الكريمة وابتدي ان انا سويها لازم اسويها حلوة او مظبوطة عشان ما يطلعش في الطرطة نحية عالية ونحية واطية معاك بعد كده بقى بجيب الطبقة اللي هي الشوكولاتة التالتة انت تكتفي بالتلات طبقات لانه عالين جدا وحلوين جدا جدا الاربع طبقات ده انا عملتهم عشان الطرطة دي كانت لحبايبي وممكن الطبقة الرابعة دي انت تعملي بقى قبا ايه حتة تكسرت معاك في اللزبونش ابتدي ان انت تلزاقها عادي بشوية كريمة كده كده وزعت الكريمة طبعا انا كنت متوصية بالكريمة انت ممكن تقليل الكريمة كمان عن كده ببتدي ان انا شيل الحواف واحطها في حاجة نظيفة لان دي اللي هعمل بقى قبات برضو الترطة دي كان حجمها عالي قوي يعني القاميرا كمان مش مبينة حجم الترطة والارتفاع بتاعها اللزبونش انت بتعمليه على درجة حرارة 180 بتسيبيه من حوال 10 دقائق لربع ساعة على حسب درجة حرارة الفرن عنده بعد كده بحط الطبقة بقى الاخيرة اللي هي الكريمة شنطية وابتدي ان انا وزع كده على الحواف وامشي على الكريمة نفسها عشان ما يطلعش اي فتافيت معاي وبعد كده بشنشر كده زي ما انت شايفين الجناب وممكن كمان معملهمش شنشر اليوم ده كنت مستعجلة فيه قوي فكن نفسي بجد ان انا سلم الترطة دي في الوقت المناسب زي ما انت شايفين برضو بشنشرها من فوق قمع الوردة بانصح ان انت تشتريه بيعمل شكل حلو قوي زي ما انت شايفين كده ببتدي ان انا اعمل شكل الوردة طبعا الكريمة معايا في الجو اللي انا فيه ما حططهاش في التلاجة بس بشتغل بها على طول لان كنت مستعجلة زي ما انت شايفين لما انت لو حططها في التلاجة هتكون متماسكة عن كده كمان التود ده حلو جدا جدا في التازين انصحك ان انت تشتريه لها وبتعمل اردارات ببتدي ان انا حطه كده في مص الوردة بيدي شكل حلو كأنها وردة بلدي كده هو اسمه جيلي توت بيكون جواه كده جيلي ومن بره كده تحس نوع عمل زي الكريز اي حاجة طبعا هتقابلنا في الترطية هنبتدي ان احنا نزبطها زي ما شايفينك الكريزبات استخدمت الالوان اللي انت شايفينها دي بني واحمر ودهبي وهبتدي ان انا وسعها على الترطية من فوق بنصح اي واحدة ان هي تعمل اي مشروع تقدر تساعد بيه لو هي محتاجة فعلا ان هي تعمل المشروع ده كل مرة ايديك بتاخد على الحاجة وكل مرة بتطلع ترطية شكل مختلف عن التاني ممكن نستخدم الجيلي ده بنجيبه كده زي ما شايفين بيبقى يطبع للاطفال اللي الاربعة بجنية والتلاتة بجنية بنجيبها كده ونقسمها بالنص عشان نوفر ونبتدي ان احنا نزبطها عشان الترطية كان حجمها كبير فوزعت على الكل بعد كده كتبت اسمه شايماء بالكريزب اللي هو البني اخترت ان انا اكتب باللون البني ده على اساس يكون ظاهر معاي اعمل روزيتات كده في الاربع جوانب انصح اي واحدة ان هي تعمل المشروع ده ان هي تعمل كل حاجة بحب بجد بتطلع حاجة حلوة قوي انا كنت يومها بجد سعيدة وانا بعمل الترطية دي بتحط انت بقى اي كريزبات انت عاوزها اي جيلي كده ممكن تقطعها ربعة وتبتدين تتقسميه طبعا انا قلت قبل كده ان انا كن كل هدفي في الترطية دي ان كل حد ياخد قطعة يكون فيها حاجة موجودة التفاح انا حطت عليها جيلو شفاف كان ما يتبلش وبعد كده شلت الكاس اللي انا كنت حطها تحت الترطية ودقت ان انا احط الشوكولاتة دي انتهى بورق الترنس فيه الله شك لها حلوة قوي وبعدين كمان عايز اقول على حاجة الورق اللي هو ورق الحوشي ده انا بجيبه وحطه في الصاج قبل ما احط السبونش ده بيفرق معايا جامد قوي بدلا ما احط سمنة او احط زبدة وحط علها دقيق عشان السبونش ما يلزقش وهو بديل ورق الزبدة حلو جدا ورق الحوشي ده بيجيب الكيلو بعد كده بجيب الكبات زي ما انت شايفين كده وعندي صوص فرولة ببتدي ان انا وزع في الجناب ده حلو جدا بيخلي اللي بيأكل الطبق يأكل كل حتة فيه يعني بيحاول يحط المعلقة كده ما يخلص الطبق كله لان الصوصات دي بيكون طعمها حلوة قوي وحطت برضو صوص الشوكولاتة وصوص الكرامل ولو عندك صوص مانجا اي صوص موجود عندك ممكن تحطيه بيفرق في الشكل وطعم القب بيكون من فوق لتحت كده طعمه حلو زي ما انت شايفين عملت ما شاء الله 40 قب ب1000 هانا يا رب لللكال ونوعت الاشكال بتاعتهم انا كن كل هدفي ان القب ده يكون اقتصادي معي علشان اعمل لها عدد كبير على قد ماضي بعد كده زي ما انت شايفين ببتدي ان انا حط الكريمة بوزع كده كريمة في القاع بتبقى حلوة جدا وبتفرق في الطعم بعد كده زي ما انت شايفين ممكن تعملي على فكرة بكيس تلاجة مش شرط ان انت يكون عندي الكيس الحلواني ده بالنسبة للحواف بقى اللي فاضت مني هبتدي ان انا وزعها كده على القبات وانا كنت عاملة كمان صادي سبونش من نص كيلو سبونش وبدأت ان انا اعمل لان برضو كان عندي اردر ولما بكون الكريمة فايدة عندي بحطها في فريزر واضربها عادي بتفضل جميلة وحلوة فا اي كريمة بتفضل عندك ما تسيباش بالتلاجة بتنشف معاك فترة طويلة انما لو حتتها في الفريزر بتطلعها وتضربها قبل الاستخدام بعد كده بقى بجيب القمع بتاعي وبتدي ان انا حط كريم شنطي انت بتعملي الحاجة اللي يناسب العميل يعني حاولي مثلا لو العميل عايز حاجة يكون سعرها بسيط تحاول ان انت برضو تزبطي الخامات بتاعتك بحيس ان انت ترضل كل وكل واحد يدوق الحاجة اللي نفسه فيه طبعا عارفين ان الخامات كلها غالية لكن على قد ما نقدر نزبط امورنا كده في الاسعار ونعمل لسعره الليل واللي سعره غسط واللي سعره غالي على حسب الزبون هو محتاج ايه كده زمان تشايفين بحط بقى بعد كده كريز بألوان ده حلو جدا للاطفال طبعا كان عيد ميلاد وكان يجي لهم اطفال كتير فقلت ايه اعمل الكريز بده هيدي شكل حلو والاطفال بيحبوه وقعت في الالوان بعد كده بقى بحط كريز بايا احمر كده في النص ويكون حجمها اكبر وممكن احط اللون ده بيقى احط اي لون موجود عندي بحيس ان انا نوع في القبات اسعار القبات بتختلف على اساس المواد اللي انت مستخدمها فيها وعلى حسب ارتفاع القب وحسب التعب اللي انت بتتعبه فيه بالنسبة اللي زبونش برضو نصحة مني بعد ما اتطلعيه ممكن تحط عليه ورقة من ورقة الحواوشي بتفرق جدا برضو بتشيل الطبق اللي عليه فوق وبيكون حلو جدا زي ما انت شايفين القب حلو جدا بسيط رائع واقتصادي كمان حطت في كل قب برضو قطع تفاح نعمة زي ما انت شايفين هكده قلت عشان اطفال فدي حاجة برضو انها تغزيهم وتفيدهم بالنسبة للطورطايا بعد ما بتزينيها ممكن تحطيها شوية في الفريزر ده بيفرق جدا عشان انت لو هتوصلها برضو مكان بعيد او هي لسه هتحطها في التلاجة وتنتظر شوية فبتعملها تماسك وبتكون حلو وممكن كمان تجلسيها وتحطيها في الفريزر وبعاكاة تطلعها على التزين زي ما انت شايفين الغطيان بتاعتها هاي بحط الغطة كده على كل قب القب بدي حلوة جدا للاطفال وفي نفس الوقت بتكون مريحكة جدا في التأديل ببتدي ان انا غطي كده القب شايفين شاكله حلو قد ايه وكمان كل ما بيقعد في التلاجة كل ما بيشرب من بعض ولو ما بتحطي الكبات على بعضها ما بيجرالهاش ايه ايه حاجة خالص بتفضل زمية والجميلة شايفين الكب وحلوته كمان الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله الفيديوهات الجاية واريكم اشكال تانية واحجام تانية بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة